اهلا بحضراتكم مرة تانية وده معادنا مع جولتنا في عنوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم طيب نبدأ من جريدة الاهرام ومن الصفحة الاولى نقرأ بالتأكيد عن خبر تسليم الارهابي هشام العشموي الاهرام فردت صفحتها الاولى والمنشطة الرئيسي لهذا الخبر مصر تتسلم الارهابي هشام عشماوي من السلطات الليبية والرئيس يقول الحرب على الارهاب لن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد جزء من تفاصيل الخبر تسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي مساء امس الارهابي هشام عشماوي المطلوب في عدة قضايا ارهابية وكذلك الارهابي بهاء علي علي عبد المعطي الذي نفت بعض العمليات الارهابية بالاسكندرية وأكد رئيس عبد الفتاح السيسي تعقيبا على تسلم مصر للارهابيين أن الحرب على الارهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد بذل دماءه وقدم نفسه فداء للوطن خلينا نأخذ التصال معنا العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية طبعا ده خبر يعني رائع والحقيقة كنا في انتظاره من زمان تعقيب حضرتك على هذا النجاح هو احنا عشنا يعني 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 فجر عيد مبارح يعني مع الخبر وعلى مصر شخصي لأننا بحكم التخصص كنت بعلق على معظم العمليات الارهابية واللي كان الارهاب الخائن شامل عشماو انبياء يعني كان عندي خلفية كبيرة باللي هو عمله وحجم بمرورا طبعا بالخبض عليه في اكتوبر 2018 في دورنا عن طريق جانب الليبي لكن هو طبعا العملية اولا بتأثرت العديد من رسالة اليجابية الحقيقة سواء كان في التنصيخ ما بالاجهزة المصرية والاجهزة الليبية سواء في الاهتمام من القيادة السياسية بان يتولى يعني من احد اجواء المصرين في مصر سيد اللي هو عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية الحضور لليبيا والعودة بالمذكور سواء كان فيما يتعلق بالاتجاه اللي حصل في ليبيا بتسليمه بعد طبعا من نهاية الإجراءات والحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمقامة من عملات إرهابية داخل ليبيا هو طبعا سيد سمين زي ما بيقولوا الفكرة مش مجرد إرهابية هو تحرك من أكثر من تنظيم إرهابي من أنصار بيت المغدس إلى داعش ثم إلى القاعدة ثم أسس بنفسه المرابطين ثم أنصار الإسلام اللي قام بالعمليات في الزير الصحراء والغربي وكان هو يعني في طريق أنه هو يصبح كالإرهابيين اللي بيلعلهم التاريخ أمثال أسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي فالحقيقة تسليمه حي بما يحمل من معلومات أولا رسالة لكل الإرهابيين في العالم كله أن لا مفر من العدالة إما مقتولا في أثناء المدهمات والعمليات أو تسلمها كذا فلا شك أنها كانت عملية نجحة نجحة وجاد في توقيت الحقيقة بيأكد ثقة الشعب في القيادة السياسية في أجهزة الأمنية وأنا بكلم على فكرة على كل الأجهزة الأمنية ليس من قوات العام فقط قوات الحربية والأمن الوطني قوات المسلحة بأفرحها الرئيسية بالإضافة طبعا للشرطة المدنية بقطاعاتها وبيداراتها فنحن بنهني طبعا الرئيسة بفتاح السيسي ونشكره وبنحيي وكافة للأجهزة وكل من كان وراء هذا الإنجاز الكبير وطبعا لا ننسى أن نشكر ونحيي ونهني الجانب الليبي سواء في القبض على هذا الإرهابي الكائل أو تسليمه والحقيقة ده بيأكد أن الجيش الوطني الليبي بقتل مشير خليفة حفصر الحقيقة يستحق كل الدعم والحقيقة كان مقام بيه في ليبيا من القضاء على الإرهاب وألاف الإرهابيين وكان منهم القبض على العشام العشموي أو ما تحقق في ليبيا وما في سبيل التحقيق بيأكد أن القيادة المصرية اللي وفت جنب الشعب الليبي وورق الجيش الوطني الليبي بقتل مشير خليفة حفصر والحكومة والبرلمان كانت محقة وأن فعلا بالفعل يعني بدلونا حب بحب وفاة بوفاة فيما تعلق بتسليم عيسيات العملية مصر قدمت نموذج للعالم كله في كيفية مواجهة الإرهاب والقضاء على الإرهاب وده يمكن شفناه في تطهير سينة من معظم البقر الإرهابية وحاولت ومصر دايما بتحاول تنل خبرتها لكل العالم اللي بيواجه عمليات إرهابية مختلفة وقدمت نموذج بالفعل نموذج ناجح لمواجهة الإرهاب ولكن مش بس على الجانب العسكري ولكن أيضا في نجاح دبلوماسي أيضا في مواجهة الإرهاب فإلى أي مدى بيعكس هذا الإنجاز بتسليم الإرهابي هشام عشماوي نجاح مصر وقدرة مصر على مواجهة الإرهاب بكل الوسائل الممكنة سواء العسكرية أو السياسية وديبلوماسية حقيقة حقيقة تجربة مصر اعتمدت على مقاربة متعددة الأبعاد مش فيها اتجاه استراتيجي على كافة اتجاه الاستراتيجية مش في الداخل فقط في الداخل الخارج ومنها على فكرة قضية توفير كافة الدعم المتاح تبقى للمحاذير وتبقى لقرارات المهمية ذات صلة فيما تعلق بالجيش الوطني الليبي الحقيقة مصر رهنت على نجاح عمليات مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا وتمت بالفعل وسط ثم جنوب والآن في عملية طفان الكرامة في غرب ليبيا الدعم السياسي والدبلوماسي لقدمته مصر من مصر رئيس عرفتاح السيسي وجهود الخارجية غيرت نظرة العالم لجيش الوطني الليبي بيخطي المشيط خليفة حفتر اللي انتهت بان الرئيس ترامب اللي كان معارض لما يكون بجيش الوطني الليبي الاداعم ليه وانه طلب منه اللي هو استكمال القضاء على الإرهاب وتأمين المصادر ومصادر النفط في ليبيا اللي رئيس عرفتاح السيسي في كافة كلماته في المتدادات الدولية سواء في المتحدة وطمر ميونيخ القمم الأفريقية العربية في مؤتمراته الداخلية وحديثه للشعب المصري دايما بيضع القضية قضية مكافحة الإرهاب في مقدمة حديثه وبيضع القضية الليبية في رأس مقدمة الأسباقيات للقضايا لأن كل الخارجية لأن ليبيا هم أشقاء وليس دولة خارجية وده اللي يعني بادة سماروس بقى انتوان في يعني تراجع قضية اقتحام الحدود من المطار الغربية نتيجة أنه بقى فيه قوة موجودة بتساعد مع حرس الحدود المصري قوات المسلحة وبقوة الأفرار أسيانا قوات الجوار في تأمين الحدود فكل ده المقربة متعددة الأبعاد أعتقد هو تجربة غير مسبوقة في مصر والعالم بيقدرها تماما لأن موجة الرهاب التي كانت موجهة لمصر ربما كانت أكبر بكتير من التي توجهت لدول أخرى تقطت بسبب نعم نحن بنشكرك سيد العميد سيد الراغي برئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية نكمل مع حضراتك جولتنا من صحيفة الأخبار عنوان الرئيس يتابع موقف المتحف الكبير ومشروعات الأثار السيسي لالتزام بالتوقيتات المحددة وإبراز عظمة الحضارة المصرية يمكن لو قرينا من بعض من تفاصيل الخبر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي تم إقرارها لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير وأكد السيسي أهمية مراعاة إبراز عظمة وتفرد وعرقة الحضارة المصرية القديمة خلال العرض المتحفي وجه الرئيس باستمرار العمل على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة خضبة الأهرامات والطرق والمحاور المؤدية إليها بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف الكبير الذي يعد أكبر وأهم صرح ثقافي في العالم وبما يساهم في تقديم صورة جديدة لمصر للعالم ده كان خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأثار والسياحة والمالية ورئيس هيئة أرقابة الإدارية ومستشار الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتأكيد مشروع المتحف الكبير مش بس هيحي منطقة الأهرامات ولكن هو مأمول أنه يكون ليه دور كبير في تنشيط السياحة تنشيط السياحة وجهز بعدد أكبر من السياحي غير فعلا تقديم صورة مختلفة لمصر وتجديد صورة المصرية أمام كل العالم عندنا خبر آخر من صحيفة الجمهورية بيان مشترك للأعلى للإعلام والإعلاميين سرعة تقنين أوضاع العاملين بالمهنة تفاصيل خبر بتقول أهبى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع من موزاويلي النشاط الإعلامي الذي قوامه أداء عمل لصالح الوسائل الإعلامية سرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين وذلك بالقيد في جداول العضوية أو استخراج التصريح اللازم لمزاولة النشاط في أي من مجالات تقديم البرامج والإخراج والإعداد والتحرير والمراسلة الإعلامية أو أي مجال آخر يحدده مجلس إدارة النقابة باعتباره مخولا له مباشرة صلاحيات الجمعية العمومية للنقابة علما بأن المادة رقم 14 من قانون نقابة الإعلاميين تلزم لجنة القيد بالنقابة بالبت في الطلب المقدم إليها خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه أما من جريدة المصري اليوم فنقرأ خبر من الصفحة الثالثة الأمم المتحدة تشيد بتنفيذ مصر قرار مجلس الأمن للمرأة ومايا مرسي تقول إشراك المرأة في صنع القرار أساس رؤية مصر 20-30 تفاصيل الخبر بتقول أشادة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي هي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بقرار ومبادرة الحكومة لوضع أول خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات اللاحقة والذي يتضمن مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام خصوصا في المناطق المتضررة من النزاع وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع ويتضمن القرار أيضا اتخاذ تدابير لضمان حماية المرأة والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات وتأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات ودعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكون المرأة جزء من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام نروح لصحيفة الوطن ومنها العنوان أراضي الدولة تخاطب المحافظين للانتهاء من تقنين وضع اليد لانتهاء من معينة سبعين ألف حالة وإسماعيل الرقابة الإدارية تؤدي جهدا كبيرا لمتابعة إجراءات التقنين بالمحافظات خلينا نتابع أكثر عن هذا الخبر مع الصحفي الأستاذ حمدي حندل مدير تحرير جريدة الجمهورية سبعة خيري أستاذ حمد أهلا أستاذ محمد وأهلا أستاذ مونة وكل المشاهدين الأعزاء أهلا بك وهذا الخبر اللي حريك سمعته معنا من جريدة الوطن عن ضرورة تقنين وضع اليد والانتهاء من معينة سبعين ألف حالة تعليقك على هذا الخبر شوف حضرتك أولا إحنا التقنين وضع اليد ده إجراء الدولة المصرية ما خدتوش إلا بعد ما استعادت عفيتها استعادت قوتها استعادت هيبتها وبالتالي إحنا بتفرض القانون بحيث أن محدش بحطت يده على حيطة أرض مش بتاعته أو مش مبلوكة خالصة له الدولة عملت مجموعة تيسيرات كمان قبل كده دلوقتي عملت تيسيرات أخرى جديدة منها أنه بتقل المدء يعني فقط يعني مبلغ المقدم بعد ما كان 25% قالت أنه ممكن النزول على 25% في حالات ضرورة قالت ممكن زيادة مدة التقسيط على وضع اليد اللجنة وقلت نفسها قدام معادلة خطيرة جدا نصر محمد ذات أن هي في عندنا حوالي 2000 حالة هي اللي تم التقنينها وإن هي خريطة عوض بينما 70 ألف حالة أخرى وقفة في الطبور المستنية العقود طب إزاي كلام ده طبعا إذا كان عندي 70 ألف حالة استوفت اجراءاتها فمش ممكن أبدا أن يبقى معادل الإنجاز 2070 ألف فهنا المهندس شريف إسماعيل حس أن المسألة محتاجة قوة دفع جديدة يعني للمحافظين لرسائل المدن لرسائل القرى حتى كمان إيجابية جدا في هذا الأمر يا أستاذ محمد أنه رئيس الوزراء طالب اللجان اللي هي بتتولى عملية التقنين دي مراعاة البعد الاجتماعي للأهالي خاصة في القرى والمناطق الشعبية والمناطق الفقيرة بحيث أننا نقدر نتواعم مع الناس ما لا يستطيعون دفعه بعد كده حيبقى في عندك مرحلة الموجة 13 من الإزالة التعديات على أراضي الدولة لأنه بعد كده أي حد ماشي قن وضعه الدولة حتاخد إجراءاتها بإزالة التعدي الموجودة على هذه الأرض ثم ترحها في المزاد العلني بعد ذلك نعم طيب شايف حضرتك ده لازم يحصل في مدى زمني سريع إلى حد ما بالصبت يا فنم حضرتك كلامك مصبوط رئيس الوزراء حدد له نهاية هذا العام لإنهاء السبعين ألف حالة جازة وما يستجد من حالات ممكن تبقى جازة للتعاقد قال له ما نعايز الكلام ده يديه خلال هذا العام حتى تحصل الدولة على مستحقاتها بدل ما تبقى في جيوب كدهة سمان أو ما شابه خلينا نروح معك يا أستاذ حمدي الجريدة الأخبار ونقرأ خبر آخر عن القمة الروسية الأفريقية يوم 24 أكتوبر القادم منتدى اقتصادي بسوتي والتوقيع على اتفاقيات استثمارية تعليق أيضا على هذا الخبر ومدى الفائدة التي ستعود على مصر وعلى القرى الأفريقية باعتبار مصر بالتأكيد هي رئيسا للاتحاد الأفريقي من وراء هذه القمة الروسية الأفريقية شوف حضرتك أولا نحن نتكلم دلوقتي على عودة الهيبة المصرية وفرض السيطرة على ما في الداخل أنت عندك كمان على المستوى الدولي في عودة كبيرة للدور المصري مصر قائدة للاتحاد الأفريقي هناك في أكتوبر اللي جاي في يوم 24 أكتوبر حرقة قمة في سوتي في روسيا تضم برئاسة رئيس السيسي ورئيس الروسي بوتين هذه القمة ومعها سيبقى كل قادة أفريقيا موجودين في هذه القمة لمناقشة إمكانيات التعاون السياسي والاقتصادي بين دول القارة الأفريقية وبين الاتحاد وبين روسيا الفكرة بتاعت هذا المشروع نبتة لقاء الرئيس عفتاح السيسي ورئيس الروسي على هامش مؤتمر في بيتين في إبريل الماضي ومن هنا بدأ الإعداد لهذا اللقاء أو لهذه القمة يوم 23 أكتوبر حين نعمل حاجة ثانية زي منتدع اقتصادي يدعى فيه كبار رجال الأعمال وكبار الشركات في روسيا مع رجال الأعمال الأفريقية وهي فرصة واسعة وسانيحة جدا لعقد اتفاقيات بين روسيا وبين الدول الأفريقية مصر في هذه المسألة هي حلقة الواصل وحلقة التواصل وهي البوابة التي ستدخل منها روسيا إلى السوق الأفريقي أريد أن أقول لك الحاجة أستاذ محمد بالتوازي مع هذا أنت عندك كمان في أكتوبر اللي جاي كمان فيه مصر ستشارك فيه الملتقى الكومان ويلس بصفة مراقب لأول مرة في بريطانيا وده كان بدعوة إمبارح من رئيس هذا كلام سيتم لنفس الشهر اللي هو أكتوبر القادم وده معناه أنه برضو ستبقى لأن الجلترة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي وسريبا بتاخد الإجراءات أنت أنت ترسل عن شبنا الأزمة الموجودة في بريطانيا واستقالة رئيس الوزراء وإلى آخره أنت النهاردة في عندك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتبحث عن شركاء جدد عندها 12 سوء في إفريقيا 6 في الشرق و6 في الغرب مصر ستبقى هي البوابة للنفاذ البريطاني أيضا إلى الأسواق الأوروبية إلى الأسواق الأفريقية إذا أنت تتكلم على دور كبير جدا لمصر لو دخلنا بعد كده على أن مصر تبقى مركز بحوار الطاقة إلى آخره هناك عودة كبيرة جدا جدا للدور المصري في إفريقيا وده باستغلالا لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وده يمكن ما حصلش في عمر الاتحاد الأفريقي من قبل لأن في رئيس الاتحاد لمدة عام قدر يعمل ما تحققه نصر وده بأن يأكس إدراك القوى العظم والاقتصاد الكبيرة في العالم أستاذ حمدي بأهمية دور مصر باعتبار مصر وأفريقيا هي سوق واعدة سوق استثمارية واقتصادية واعدة في الفترة ده صحيح يا فندم ولولا قوة الشعب المصري وتماسكه وشجعته في مواجهة الإجراءات الاقتصادية ما كانش ممكن هذا التقدير الدولي لأنه جزء كمان مهم جدا من الكلام اللي قال وزير التجارة البريطاني مبارح في يقاعه مع المسؤولين المصريين قال إنه إحنا بنقدر جدا 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 نجاح مصر في المجال الاقتصادي وبنقدر كمان جهدها الكبير في خفض التضخم وواجهة البطالة إلى آخر وضع العملة يعني إذن أنت النهاردة قوتك من داخلك بتنعكس إلى انطلاقات خارجية عظيمة ومشارفة واستعادة لطولة شكرا لك أستاذ حمدي حندر مدير تحرير جريدة الجمهورية شكرا لك أستاذ حمدي حندر بكده مشاهدينا وصلنا لختام جولتنا الصحفية في هذا الصباح لكن ما زالت حواراتنا في انتظار حضرنا فاصل قصير من بعده موجز أخبار الساعة مع الزميلة ريهام رجال ترجمة نانسي قنقر